كان العرب قديما يقولون ابتليت فلانا وده معناه اختبرت وامتحنت فلانا قال الله تعالى وابتلوا اليتاما أي واختبروا اليتاما وذلك قبل أن تدفعوا لهم أموالهم لما يصلوا لسن البلوغ والابتلاء قد يكون بالخير أو بالشر ولكن الأصل في الابتلاء أن يكون بالشر قال الله تعالى والمبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فلماذا قدم المفعول به على الفاعل؟ تم التقديم تشريفا لسيدنا إبراهيم عليه السلام واهتماما به وأي ابتلاء وإن كان في ظاهري شر فهو خير إن امتثلنا لأمر الله عز وجل وأطعناه ولماذا في الآية الكريمة جاء اللفظ ربه وليس الله؟ جاء باللفظ ربه لينبه لقضية الربوبية فالله عز وجل هو الخالق والرازق والمعطي ولم يتفق أهل العلم على معنى واحد لكلمات وجاء أكثر من تفسير فقال بعض العلماء أن المقصود من كلمات هو كلمة التوحيد وقال البعض الآخر هي الإبتلاءات التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وقال بعضهم كلمات هي سنن الفطرة وهي عشر خمس في الرأس وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الأظافر وندف الإبت وحلق العينة والختان والاستنجاء بالماء وقال بعضهم بل هي مناسك الحج من طواف وسعي ورمي للجمار وإفاضة والخلاصة أن كلمات هو كل ما مر بسيدنا إبراهيم عليه السلام من ابتلاءات وتكاليف شرعية فأتمهن وقام بهن على أكمل وجه قال تعالى وإبراهيم الذي وفه وناخد بالنا كويس جدا من حرف العطف الفاء فيه فأتمهن والتي تفيد الترتيب والتعقيب وهذا يدل على وجوب المسارعة في الخيرات ترجمة نانسي قنقر